بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في فيديو النهاردة ان شاء الله هتكلم عن خدمة شات جي بي تي الخدمة اللي حصلت على اهتمام كبير جدا جدا في الفترة الاخيرة نظرا للتطور والاستخدامات الكتير جدا اللي بتوفرها ولنقدر من خلال الادة دي ان احنا نعملها في فيديو النهاردة ان شاء الله هنكلم عن حل المشكلة اللي بتواجه ناس كتير جدا وهي ان استخدام شات جي بي تي مش متاح في الدولة بتاعتهم في فيديو النهاردة إن شاء الله نشرح طريقة حصرية للقناة تقدر أنك تعتمد عليها لاستخدام شات جي بي تي زي ما قد في أي دولة وكمان هتكون طريقة سهلة جدا وغير مكلفة سنيعا كنا عشان الناس اللي ما فيش عندها خلفية عن خدمة شات جي بي تي باختصار شات جي بي تي هو عبارة عن نموذك زكاء اصطناعي تم تطوير بواسطات منظمة أوبين إي آي دي منظمة غير بحية عبارة عن تعاون بين عدد كبير من شركات تكنولوجية الكبرى لتطوير تقنيات الإي آي أو الزكاء الاصطناعي والإصدار الحالي من شات جي بي تي لما تم نشره كان يعني عمل زخم كبير جدا نظرا لمدى التطور الوسط لزكاء الاصطناعي زي ما هنشوف مع بعض إن شاء الله تقدر من خلال شات جي بي تي إنك تستخدمه كمحرك بحث لو عايز تسأل عن شيء معين عايز عملك استفسار وملقيتش إجابة عنه تقدر إنك تستخدم الشات جي بي تي للعصور على إجابات كمان تقدر إنك تستخدم الأداء دي لتوليد محتوى لو أنت شغال في موقع بتعمل إعلانات أو غيرها من الأمور تقدر إنك تستخدم شات جي بي تي في إنشاء محتوى حصري تقدر تستخدمه في البقية الخاص بك واستخدامات كتير جدا هنشوفها إن شاء الله في فيديو النهاردة سريعا كده خلونا نشوف لمحة إي لتقدر تعمل منه باستخدام الأداء دي مثلا ممكن نحنا نقول له إنه هو يكتب شيء معين مثلا قلنا له إنه نعايزين نكتب قصة وممكن كمان نحنا نكتبها باللغة العربية الشات جي بي تي بدعم أكتر من لغة زي ما نشوف مع بعض زي ما احنا شايفين إن هنا تربط منه هو يكتب قصة قصيرة باللغة العربية بلأ إن هو يألف القصة كمان الأداء دي مزيتها إن هي مش مفيدة مش يعني مش حصية فقط على كتابة المحتوى ممكن كمان الناس المبرمجين يستخدم الأداء دي لعمل تقدر بدل ما تكتب كل شيء بنفسك تقدر أنك تعتمد على يعني نقدر نقول إن هي شيء قريب من الخاص الأداء الخاصة بموقع فالأداء دي هتكون مفيدة جدا للناس اللي تحتاج محتوى كتابي في أعمال زي المقالات في أعمال التصميم في أعمال إعلانات وزي ما احنا شايفين هو بيضع باللغة العربية لو جينا تشوفنا مثلا بالنسبة للبرمجة ممكن نقول له مثلا ممكن نقول له باللغة بدأ إن هو يكتب صفحة عمل وبدأ إن هو يفر هنا فيه كتابة وكتابة اللي احنا عايزين نعمل لها نعمل عليها عمليات رياضية وبدأ إن هو يكتب باللغة دي كده صفحة جاهزة نقدر نحنا نستخدمها تظهر لنا حقوق الإنبوت نقدر نحنا نعمل باستخدام الصفحة دي عمليات رياضية عندنا جمع وعندنا طرح وعندنا ضرب وعندنا اسمة أداة مفيدة جدا للمبرمجين وخصوصا الناس اللي مثلا بتتضرب على أكوة برمجة وعندها مشاكل في او حل المشكلات البرمجية يقدر إنهم يعتمدوا على الأداة دي لمساعدتهم دي كنتلامحة سريعة كده قبل ما نتعرف على كيفية إنشاء حساب على عشان نقدر نستخدم عشان نقدر نسجل في الخدمة محتاجين حاجتين الحاجة الأولى هي من دولة من الدول المدعومة في الخدمة والحاجة الثانية هي رقم هاتف لنفس الدولة إن شاء الله ننتمت في إشارة النهاردة على معلومات بريطانية وهعرفكم إن شاء الله إزاي تقدروا تحصلوا على المعلومات دي بأسهل طريقة ممكنة أولا نحتاج إن احنا نستخدم برنامج وبوفرنا بريطاني في برنامج كتير إن احنا نستخدمها لكن لو عايز حاجة مجانية برنامج سيفون هيكون كافي وكويس جدا إنك تستخدمه في الخطوة الحالية وهو من برامج اللي بتوفر بريطاني هتدخل إلى لنك تحميل برنامج اللينك إن شاء الله يكون موجود في وصف الفيديو البرنامج بدعم ويندوش بدعم ماك وكمان متوفر على الايفون والاندرويد تحمل إصدار المناسب لنظام التشغيل أو الجهاز الخاص بك وبعد متحمل البرنامج ستطبه على الجهاز بتاعك عشان نكون انتهينا من الخطوة الأولى بعد كده الخطوة رقم اثنين هي امتلاك رقم موبايل بريطاني عشان نستخدمه لاستقبال كوري تفعيل من الخدمة ده موقع بسيط نقدر نحن نستخدمه لاستقبال درسالة تفعيل وتكلفة استقبال كوري تفعيل رخيصة جدا تقريبا عشرين سنت كل اللي احنا نحتاج نعمله ان احنا ندخل الى الموقع الرابط الموقع ان شاء الله يكون موجود في وصف الفيديو هدخل الى الرابط بعد كده تروح على تسجيل هدغط على sign up هتكتب هنا الاميل الخاص بك وهي هتعمل password ويتكرر ال password بعد كده تغط على sign up بعد ما تسجل في الموقع روح الى الاميل الخاص بك هتلاقي رسالة وصالتك رسالة تفعيل من الموقع اضغط على لينك التفعيل عشان تفاعل حسابك على الموقع بعد ما نسجل حساب على الموقع وتفاعل الحساب الخاص بك لازم دروتي نحن نشحن رصيد عشان نقدر نشتدي خدمة التفعيل هنروح الى خيار balance طبعا انا حسبي بالفعل شحنة رصيد فهنروح نضغط على top up زي ما احنا شايفين دي طرق الدفع المتوفرة على الموقع نقدر ندفع باستخدام الفيزا والماستر كارد نقدر ندفع باستخدام التحويلات بالكريبتو كورنسيس العمارات الرقمية نقدر ندفع باستخدام باستخدام لو قدينا يا شوفنا هنا لو انت بتستخدم العملات الرقمية هنلاحظ ان احنا عندناDIA ضخم من العملات نقدر ندفع باستخدام شفوة نقدر ندفع باستخدام على شبكة من كباح عندنا ضخم من العملات عندنا عدد كبير جدا من العملات الرقمية أنهун تدفع بها الحاجة اللي لازم تاخد منهاها هي الحد الأدنى للإداع بتلاقي كل نوع من عملات لحد ادنى زي ما احنا شايفين لو حابب تدفع باستخدام العوط الرقمية تأكد انك تعمل اداع بيغضي الحد الادنى وتدفع رسوم التحويل لو حابب انك مش بتستخدم العوط الرقمية حابب انك تدفع بالفيزا لحد اتخيار الفيزا ممكن كمان تدفع لو عندك باستخدام بيرفكت موني من خمسين سنت واحد دولار زي ما انت عايز ما فيش اي مشكلة تضغط على تو باي وتختار بيرفكت موني تضغط على تقوم بالدفع تكتب البنية الخاصة بحساب بتاعك وتكمل الدفع عاديا فيش اي مشكلة طبعا بما ان الاغلب هيستخدموا الخاصة بهم او البطاقات الاتمانية لحد الخيار ده وهنلاحظ ان احنا عندنا حد ادنى لشعن حساب اتنين دولار لو جينا نشوف هتنلاحظ ان بالرسوم هندفع تقريبا اتنين دولار واربعة سنت هتحول حسابنا الى مية اتنين واربعين روبيل روسي نضغط على تو باي ونلاحظ ان احنا هتحولنا الى صفحة خاصة بسترايب نقدر ان احنا نكتب البنية خاصة بنا الايميل بعد كده ارقام البطاقة الستاشر رقم التاريخي انتهاء بالشهر والسنة وارقام السي في في او السي في سي وهنا نكتب الاسم موجود على البطاقة نختار الدولة بتاعتنا ونضغط على باي بعد ان نضغط على باي هيتم شحن الرسيد الى الحساب الخاص بنا وهي هزهر لنا بالشكل ده بكده احنا انتهينا من خطوة شحن حساب بتاعنا ونقدر احنا نشتري دلوقتي رقم جاهز لكن هنأجل الخطوة ليه لان الرقم بيكون متاح فقط لمدة عشرين دقيقة فمش هنشتري الرقم الا لما نصل الى خطوة التفعيل دلوقتي هنبدأ عملية انشاء حساب على خدمة شات جبي تي اول خطوة نحتاج نعملها احنا نعمل اتصال بالفي بي ان نتأكد ان احنا استخدمنا او حددنا سيرفر او الدولة كده زي ما احنا شايفين قال لنا هنا ان البرنامية تم عمل اتصال ولو جينا شوفنا هنا الاي بي بتاعنا عشان نتأكد هنلاحظ ان هو الاي بي بتاعنا انجلاند في بريطانيا كده احنا كل شيء جاهز هنبدأ عملية تنسجيل دخول هندخل الى رابط تنسجيل رابط هيكون موجود في وصف الفيديو هنضطط على بعد كده هنعمل باسورد للحساب بتاعنا بعد ما نكتب الباسورد هنضط على كونتينيو هنا بيطلب مننا تفعيل الحساب الخاص بنا نروح للبريط بتاعنا ونضغط على لينك تفعيل اللي وصلنا من الموقع ضغطنا دلوقتي على لينك تفعيل بعد ما نتهينا من تفعيل الحساب بتاعنا هنتحول الى صفحة بشكل لا هنا بيطلب مننا كتابة اسم بتاعنا نكتب الاسم الاول وهي الاسم الاخير بعد كده هنضط على كونتينيو انتقنا للوقتي الى خطوة رقم الهاتف زي ما احنا شايفين هو هنا متعرف على بتاعي بريطاني فاختار لي الدولة بشكل افطراضي بريطانيا هنروح الى موقع رقام الموبايل من مربع الباحثة ده هنختار او هنكتب هنحدد خيار وهنروح على الدولة انجلترا زي ما احنا شايفين عندنا هنا تكلفة الرقم من عشرة الى خمستاشر روبل روسي هنحدد الخيار ده وهنتأكد ان كمية واحد وهنضط على رمز السلة عشان نشتري الرقم طبعا احنا بالفعل معنا الرصيد جاهز في حسابنا تم شراء الرقم والرقم اصبح ظهر عندنا بشكل لا متاح لمدة عشرين دقيقة هنعمل نسخ للرقم بدون الكون اللي هو اربعة واربعين ونروح الى الموقع نكتب رقم الموبايل ونلطع على سيند كود زي ما هنشايفين طلب مني هنا ان اكتب الكود اللي وصلي على الحساب هننتظر وصول الكود الى صفحة حسابنا على الموقع زي ما هنشايفين ظهر لنا الكود نعمل نسخ لكود التفعيل ونرجع الموقع نكتب الكود تم قبول الكود كده نكون انتهينا من خطوة انشاء حساب على خدمة جي بي تي نقدر تلوتي ان احنا نستخدم الخدمة بكل سهولة بدون اي قيود بكده نكون انتهينا من انشاء حساب على خدمة جي بي تي بطريقة سهلة جدا زي ما احنا شايفين دي اسهل طريقة ممكنة بعد تجربة يعني انا نفضل تجربة بطرق كتير جدا دي افضل واسهل طريقة وكمان ارخص طريقة مش هتكلفنا اي شيء الا الا عشرين سنت اللي هي تكلفة الرقم الموبايل البريطاني اللي احنا بنستخدمه باستقبال كود التفعيل الخاص به حسابنا على الخدمة ده كان الجودة بتاعنا النهاردة واللي تكلمنا فيه سريعا عن انشاءة جي بي تي نتعرفنا على الالان دي بشكل مختصر تعرفنا على كيفية انشاء حسابي حل مشكلة ان الاداة مش متوفرة الا في دول محدودة تقدر انك تنفذ الشرح خطوة بخطوة وان شاء الله تقدر تفتح حساب على الخدمة كل راود الالوات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو النهاردة هتلاقوها موجودة في وصف الفيديو اتمنى رب تكون استفدتوا لو اي حد عنده اي استفسار عن اي حاجة وردد في الفيديو سألها كومنت اسفا الفيديو وان شاء الله اجابك عن استفسارك ما ننسوش تعمونا بعمل شير للفيديو واشتراك في قناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وارجاده